مجز لأهم الأنباء مرحبا بكم استشهد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين مساء الجمعة خلال هجوم نفذوه على قرية برق شرقي أرام الله وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب قصي جمال معطان ذات 19 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين هجم القرية وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة بحماية قوات الاحتلال ما أدى إلى اندلاع مواجهة أصيب خلالها الشاب معطان بالرصاص الحي حيث وصفت جروحه بالخطيرة إلى جانب اثنين أخرين أصيب بالحجارة وأضفت المصادر ذاتها أن المستوطنين أحرقوا سيارتين خلال الهجوم وأحضروا عددا من المواشي بغية الاستلاء على أراضي في القرية بإقامة مستوطنة أراعوية جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي للنيجر أو الداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر وفق ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية عطاف وخلال استقباله الجمعة بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نايجيريا الاتحادية بابا جانا كينجيبي شدد على ضرورة تفعيل الطرق والسبول الدبلوماسية والسلمية كافة وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمتها هذا وتسلم وزير الخارجية الجزائري من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون من قبل نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قال وزير الدفاع تشادي داوديا إبراهيم إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر وأكد الجنرال تشادي في مقابلة تلفزيونية رسمية مساء الجمعة أن بلاده لن تشارك في العملية العسكرية ضد الانقلاب في النيجر جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة إن الحكومة الأمريكية أوقفت بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية ولفت بلينكين في بيان إلى أن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري مشيرا إلى أن بلاده تظل ملتزمة بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم المكتسبة بشق الأنفس على حد تعبيره أكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان المساعدة الجمعة أن تونس تجدد رفضها القاطع لما وصفته بالمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف لم تسمها تسعى إلى تأجيج الوضع والتغطية على الجهود التي تبذلها تونس لتأمين الحماية والحاطة والرعاية للمهاجرين غير النظاميين وأكدت الوزارة التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولة لعبورها بصفة غير قانونية مجددة التأكيد أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والسكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني ختام الموجز تبقى روابطنا الظاهرة أسفل الشاشة في خدمتكم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى